في تصعيد خطير تواصل إسرائيل ضربتها المكثفة على لبنان والتي شملت في قائمة أهدافها قصف مدينة سور قبل أيام واستهدف صحفيين في لبنان وعمال إنقاذ في أحدث مؤشر على تصعيد تل أبيب لتحركتها شمالا حيث شملت الهجمات مباني حكومية ومواقع حساسة في سور إضافة إلى إخلاء نصف المدينة ضمن ضغوط إسرائيلية لفرض واقعا جديدا على الساحة اللبنانية وفي جنوب لبنان تطورت العملية إلى معارك كر وفر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله إذ نفذ مقاتل الحزب ضربات نوعية مستهدفين تجمعات إسرائيلية في عدة مناطق منها الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة فضلا عن استهدفهم تجمعات أخرى بين بلدة يعديسة ورب ثلاثين بصالية صاروخية متتابعة مما يعكس تساع رقعة المواجهات إلى خطوط حدودية جديدة بعد انطلاق العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان التحذيرات الدولية والإقليمية وجهت رسائل عاجلة لطرفي النزاع في محاولة لفرض ما تتحدث به طاولات التهديئة وعلى رأسها الحل السياسي بتطبيق القرار 1701 فيما يرى مراقبون أن تطور العمليات لحزب الله والذي بات يستهدف قواعد عسكرية آخرها استهدف قاعدة تجليلوت قربة الأبيب ومسيرات تستهدف مصنعا للطائرات كل ذلك تضعه إسرائيل في حسابات الرد والانتقام لضرورة هزيمة قدرة حزب الله الصاروخية لكنها تذهب بعيدا إلى أكثر من الضحية وجنوب لبنان فيما يعني الخطر الذي تحذر أمريكا والغرب ودول الإقليم من استمراره في إطار التحذير اللبناني الرسمي من تبعات تثقل ضريبة الحرب على حساب الأرواح والممتلكات إذا استمرت صورة القصف الإسرائيلي للمدن والبلدات ترجمة نانسي قنقر